بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى أهلي وصحبي وسلم نستكمل معا درس توزيع المعينة للنسبة في مثال عن حالة السحب بدون إرجاع إذا كانت نسبة المدخنين في مجتمع ما من الحجم إنه بتساوي 350 هو 4 من 10 هذه النسبة في المجتمع بي بتساوي 4 من 10 تم سحب عين عشوائية من الحجم إنه بيساوي 60 من هذا المجتمع بدون إرجاع طالما قال لي بدون إرجاع يبقى لابد أن أبحث عن المقارنة بين إنه بتساوي 60 و 5 في المية من الإن 5 على 100 من 350 ساوي 17 واحد من 10 إذن إنه بتساوي 60 أكبر من وليست أصغر إذا كانت أصغر يمكن إهمال معامل التصحيح أما إذا كانت أكبر فلا يمكن إهمال معامل التصحيح عند حساب التباين أو الانحراف المعياري المطلوب إيجاد المتوسط والتباين للتوزيع العيني الإحصائية بيهات المتوسط ميو بيهات هو نفسه المتوسط في المجتمع بي بتساوي 4 من 10 التباين سيجمة تربية بيهات عبارة عن بي في كيو على إن مضروبة في معامل التصحيح 4 من 10 النسبة في المكمل لها 1 ناقص 4 من 10 بيكون 6 من 10 على حكم العينة 60 مضروبا في إن الكبيرة 350 ناقص إن الصغيرة 60 على 350 ناقص 1 أجد أن التباين بيساوي 0.0033 نظرية تتحدث عن توزيع النسبة بافتراض أن لدينا مجتمع ما وأن بعض مفردات هذا المجتمع تتوفر فيها صفة معينة نسبة هذه المفردات كما نعلم بي صحبنا عينات عشوائية كبيرة الحجم كل منها إن من هذا المجتمع وكان الإحصاء بيهات يمثل نسبة وجود هذه الصفة في العينات فإن بيهات اللي هي النسبة من العينة تقريبا بتتبع توزيع طبيعي متوسطه وتباينه وقيمة المتغير العشوائي الخاص بي هي زد تقريبا بتتبع التوزيع الطبيعي القياسي إذن بيهات بتتبع توزيع طبيعي بمتوسط وتباين كما نعلم بي وبي في كيو على إن وإذا كان عندي بدون إرجاع السحب بنضرب في معامل التصحيح طيب إيه الجديد عندي كيفية تحويل البيهات لزد وذلك عن طريق طرح المتوسط ببيهات نايس بي والقسمة على الانحراف المعيالي اللي هو جزر بي في كيو على إن بيهات نايس بي على سجمة بيهات مثال بفرض أن لدينا مجتمع عن ما أفراد عدة آلاف بيمثل مصنع لإنتاج الكروت فإذا كان 20% من الكروت المنتجة تالفة ده في المصنع يبقى بي بتساوي 20 من 100 أوجد المتوسط للانحراف المعيالي للتوزيع العيني اللي إحصائية بيهات وذلك عندما يكون إن بتساوي 300 حجم العينة 300 ولكن حجم المجتمع كبير البي بتساوي 20 من 100 وعلى ذلك فإن التوزيع العيني اللي إحصائية بيهات تقريبا يدبع التوزيع الطبيعي بمتوسط هو هو نفسه النسبة في المجتمع اللي كانت بتساوي 20 من 100 وانحراف معياري عبارة عن الجزر التربيعي للبي في الكيو على إن البي كانت 20 من 100 المكمل 1 نايس 20 من 100 بـ 80 من 100 أو بـ 8 من 10 مقسوما على حجم العينة إن بـ 300 القيمة هذه تحت الجزر الناتج يساوي 0.023 ما هو الاحتمال إن عينة عشوائية من الحجم إن تعطي نسبة صفة أكبر من 19 من 100 إذن المطلوب إيجاد احتمال إنه البيهات تكون أكبر من 0.19 طب وفي جيم إيه المطلوب أن يكون نسبة الكروت التالفة تزيد عن 0.052 إيجابة التأبه بيهات أكبر من 19 من 100 البيهات تحول إلى Z 19 من 100 تحول عن طريق طرح البي بـ 20 من 100 والقسمة على إنحراف المعياري اللي حسبناه بـ 0.023 أي المطلوب إيجاد قيمة أو احتمال Z أكبر من 0.43 نوجد كده الرسم البياني اللي بيساعدني 0 ودي القيمة اللي أنا عايزها سالب 0.43 هذه القيمة نوجدها بالتماسل ناحية اليمين من الجدول ثم نجمعها على النصف الموجودة ناحية اليمين اللي هي هتبقى نص زائد 0.1664 الناتج هيكون 0.6664 في جيم قيمة الاحتمال أكبر من 0.52 كذلك هنحول إلى الزد والقيمة هذه نطرح منها البي ونقسم على الانحراف المعياري هتكون عندي القيمة الاحتمالية احتمال نزد أكبر من سالب 6 و 43 من 100 احنا قلنا انه الزد بتتراوح ما بين سالب 4 و موجب 4 انا حاجي هنا ناحية اليسار عايز القيمة اكبر من سالب 6 و 43 اذا كان المساحة من سالب 4 الى موجب 4 بتساوي تقريبا الواحد الصحيح انا كبرت المساحة وذهبت الى سالب 6 و 43 كمان عايز القيمة اللي اكبر منها اذا القيمة تقريبا بتساوي الواحد الصحيح